السلام عليكم ومرحبا بكم مرة اخرى في مطبخي اذا نعتذر بزاف على هذا الغياب لسبب بين الاول كانت ظروف شخصية والثاني هي يعني ظروف صحية اذا تكرمتوا يعني وكان عندنا لوقت راح ندير لكم فيديو بالتفصيل خلولي تعليقات تعكم راح نحكي لكم فيه يعني على وش فت كتجربة منه تستفادوا منها انتوما واليوم باش نربطي لكم مش بتلكم مصفة يعني مانيش قادرا يعني نخدم لكن بتلكم مصفة بسيطة باش نرضي لكم فقط حلوة بنينة بزاف ونالت اعجاب بزاف من الناس اللي هي هذي السيقاغ نحتاج الى كاسين من الشوكولة الوزن هنا تاع الشوكولة كان ربعمية وخمسين جرام من الشوكولة وعندي الهنا تقريبا مية وخمسين من الكرامبل وعندي مئتين من البراليني وصفة بنينة بزاف 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 رح ندوب هذيك الشوكولة اللي قلت لكم كانت تقريبا مية وخمسين جرام من الشوكولة البيضة ذوبتها وبعد ما ندوبها رح نخلي لكم في صندوق الوصف الوصفة تاع الكرامبل ووصفة البراليني لاني درتهم يكون فيما سبق ورح نحط البراليني هنا البراليني اللي درتول هنا يكن تاع اللوز ووظفت كذلك الكرامبل حتى هو درت الكرامبل تاع اللوز بالنسبة الاشخاص اللي كانوا يعني يسألوني في وصفات سابقة على اسكو نقدروا نديروا البراليني بالكوكاو طبعا تقدروا حتى الكرامبل نقدروا نديروه بالكوكاو كما راكم تشوفو هنا في لا تكستيو اختاعي راهي جارية يعني بالذمة لهذه اللي اعتدت لكم هذلي مزور يعني بالذمة راح نحطها في بوش وبما انو هاد الخليط فيه شوكولة راح نحاولو نخليوه يعني في فترة اللي نخدمو فيها نحاولو نخليوه قدام يعني بلاسة تكون سخونة باش ما تجمدناش داخل يعني الابوش ونروح نجيب اهم مول المول هذا هما مستطيلات المستطيل راح نقومو بالتعبئة تاعو راح نحط يعني متواجد بكثرة في الاسواق ورح نبدأ نعمر لابوش ما تعمرهاش بزاف بش ما تاييكمش كي ما ادارت لي لي انا وولا ونبدأ ونعمره لو مولتانة اهنا راهي صديقة لي هي اللي قد اتعمر انا هنا راهي ما قدرتش يعني نخدم الحلوة هي اللي راهي تعين فيا اذا هاي اللي كل هنا بعد ما اه عمرناه حطيته في الفرن لمدة خمس دقائق على درجة 150 ومبعد خرجته خليته برد ووضعته في الثلاجة مباشرة هنخليه على جنب ونروح ونحضره الحشو اتنا بالنسبة للحشو ايضا هذي راح نستخدمها كقاعدة وبالنسبة للحشو انا يا اقدرت خمسين قرام من كل نوع تعم مكسرات الا الجوز درت اللوز الحمر ودرت اللين ودكاجو ودرت النوازات اللي حابة تدير اي نوع يعني تديرو انا فقط اطلق لكم ثلاث انواع اللي يدرتهم صراحة مبنين بزاف هذا القاتو يعني اللي كلها عندي عجبلو فاقلت نديرو كعربون يعني باش نعتذر منكم ومنو تجربو خاصة الناس اللي تحب اللي قاتو نون كويسا اللي هنا يا عندك نوتلا ونبدأ نجمع الخالة التاعي وهنا يا لا فايتين دونك هنا في الحشو اه يعني تقدري تحطي وش بغيتين تي انوا بعد راح هاتشوفوني كيف هنخدم هذيك لكوك دونك نبدأ نجمع فيها نسبة الاشخاص لي ما تحبش مثلا نوتلا ولا علش انا وضعت هنا نوتلا لانو نوتلا ما تبلن لاش لا فايتين حتى كيتطول يعني الحلوة التاعي ما تبلهاش الناس اللي يحبوا يجمعوا بالناس اللي الناس اللي اللي انو فيه نسبة تعمى راح يبلها ذيك لفايتين وتروح لقرمة شاتحها بالنسبة الاشخاص اللي ما توفرش عندها لفايتين باذني الله راح هنديرها لكم في فيديوهات قادمة اللي ما عنداش لفايتين تقدر تحمص لي في فيتي على البريك ولا تعال بوراك ورق البوراك وكما نقولو ترحيهم ولا غير تفتتهم برك وتزيدهم للخالة كي ما راكم تشوفوا هنا القاوام تاع الخالة وش لازم يكون لازم يكون كيما القاوام الاول يعني ما نديروه شي بس لازم نديروه هكا بهذا القاوام يكون شوية جاري باش نقدرو نعمره والهنا يكون ديجا وضعت شوكولات سوداء ذوب ونعمر المول اللي راح يجي من فوق ودونك هذو هما لي مول درت الطبقة اولى وخليتها بردت وزدت الطبقة الثانية وزدت خليتها بردت اذا هذا المول كذلك رو عبارة عن انصاف تالي سيجار لازم ديما تديروه هوا يعني اللي يجي من فوق ولا لكوك ولا تحبو تبدلوه المول لازم يكون هوا صغير على الطبقة اللي من تحت اللي كنا يعني صنعناها في الاول والهنا نبدأ نعمر بهذا الطريقة يعني لو كنترتوه يبس ما كانش ها يعطاني الطوح باش نعمر به وبعد ما نعمرهم كامل نزيد نحاود نغلق عليه بالشوكولات وراح نحطوه كذلك في الثلاجة نخليه يبرد باش يحكمل لفاغو متاعو هنا نحذركم خاصة ما الطبقة اللي تحت الشوكولات لازم تديروها يعني تقفلوها مليح ولازم نديرو لها طبقتين على الاقل باش من بعد ما تخسروش في الحلواتكم وما يتكسروناش يعني الحبات لو كندلو لطبقة رقيقة لما جوا تخرجوها راح تتكسر لكم الشوكولات اذا حذاري اللي هنا نخليهم نعمرهم كامل نخليهم يبردوا وبعد نروحوا للمونتاج اللي هو بسايد جدا اذا هاي لك يعني القاعدة تاعي نديروها شوية ع شوكولات ولا شوية ع مجون انا نحبذ الشوكولات بما انو يعني خدمنا غير بالشوكولات وراح نبدأ ننزع هاتوك انصاف لسيجار تاعي وراح نحطهم في المنتصف ته هاذ لكاغي هالطريقة شوفوا كيف الجا لامع جدا هذا راجع لي انو درت له طبقتين وخليتو في الثلاجة يعني برد في الثلاجة ما يبردناش يعني على الهواء هذي هي فقط يعني الفائدة تاعي نحطوا شوكولات بردنا في الثلاجة والهنايا بواسطة مربا المشمش نقفل على كامل ولا نمسح هادوك الجناب كاملين بهذا الطريقة ونوجد اللوز افيلة نقوم حمصاته من قبل وغير ندقتقو غير شوية برك وراح نبدأ ندير عليها الجناب بالنسبة الاشخاص اللي ما توفرش عندها كذا لك اللوز افيلة كين الكاوكاو افيلة راح راح تلقاوه متوفرت نوك تقدرو تستخدموه في مكان اللوز افيلة وطبعا الناس اللي تحب تدير زيك زاق دير اللي ما تحبش تدير زيك زاق هي حرة اذا كانت هذه هي وصفتنا لنهار اليوم نتمنى انه يكون طلطة عليكم خفيفة راح نكمل كامل الحلوى والتقاوه اذا كانت هذه هي وصفتنا مشكركم بزاف خليكم على خير وراح نرجع معاكم في فيديو عن قريب سلام